موسيقى موسيقى مهم جدا يا جماعة يعني القاء بخص الصناعة بصفة عامة على الجميع موضوع عام المشاكل لكل المصنعين في جميع المجالات مشكلة كبيرة جدا يعني بتوقع الصناعة بتوقع الصناعة هو اين موضوع بقى يا جماعة عشان خاطر نبقى ايه يعني نركز مع بعض شوية الشيكات موضوع الشيكات البنكية اللي بتقع المصنعين في بعض المصنعين توقفهم بسبب الشيكات عاملة مشكلة كبيرة جدا في كل الصناعات يعني في جميع الصناعات عاملة مشكلة موضوع النصب من احدى التجار اللي هما ما عندهمش ضمير اللي بوقعوا الصناعة يعني يخش على المصنع بدفتر شيكات ودفتر شيكات يعتبر ملوش اي لازمة محترامي يعني للناس فيه ناس محترمة ماشي بميرد الله بس انا بتكلم عن الناس اللي هي ماشية بتلعب بتوقع وبتعوق الصناعة ودايما سيادة الرئيس بقوله الصناعة يعني سيادة الرئيس بيبني وبيعمل والدولة بتعمل وبتقول صناعة والسسمار وزراعة عشان الدنيا تقوم وفيه ناس بتوقع فالناس اللي بتوقع دي محدش بحاسبها ازاي يعني مصنع صنع جي الأخ اللي هو التاجر اشترى منه المنتج وخد المنتج وكتب شيك يروح عشان يسر في الشيك ما عندوش رصيد وخلع ده بيعمل مع كده مش مهم صنع واحد ده من مع واحد واثنين عملها شغلة عملها شغلانة وجي له أحكام يعني بجي له أحكام ومحدش بيسأل فهنا بنطلب المسؤولين ان هم ينزلوا نظرة لمدينة المحلة بشكل خاص لان مدينة المحلة قلعة الصناعة جماعة يعني فيها جماعة صناعات غزل ونسيج مفرشات ملابس جاهزة يعني حاجة محترمة يعني الصناعة حاجة محترمة في بعض المصنعين اللي تقيت بيهم عندهم مشاكل كبيرة جدا يعني حضراتكم لو بتتابعهم الناس اللي هي مصنعين وعندهم محدش بتابع المصنعين اللي عندهم مشاكل يعني في بعض المصنعين عندهم مشاكل كتير في الخدمات بالنسبة مثلا يعني موضوع المادة الخام مفيش عدم استقرار بالنسبة لأسعار المادة الخام عاملانهم المشكلة شوية فوق وشوية تحت ومفيش ركابة فعني عاوزين ركابة يا جماعة يعني كل مسؤول في مكانه بدل ما بيقعد في مكتبه ينزل وشوف مشاكل المصنع يعني محافظة الغربية أو مدينة المحلة بشكل خاص قلعة الصناعة لو جينا نبص هنلاقي أكتر من خمسين في المية بالنسبة للصناعات في المحلة يعني بجي لأفود من جميعنا حاجة مريع ومن خارج مصر يعني قلعة صناعة فده معوق كبير جدا طبعا احنا الحلقة دي بنتكلم في الموضوع ده بس ان شاء الله فيه حلقات جاية هنغطي الموضوع ده بالنسبة للشكات ومشاكل المصنعين يعني فيه موضوع نصب كبير طبعا هيبقى بمستندات يعني الناس اللي عاملة بلغات وعملة مشاكل بالنصب وشكات والبنوك اللي بتدي يعني انا بستغرب على البنوك اللي هي بتدي دفتر شكات لحد ما عندوش يعني مش ملتزم يعني دفتر الشكات ده المفروض يبقى الناس معينة مش اي بنك يطلع دفتر الشكات لأي حد المهم هنروح لموضوع مهم جدا التقيق بالمهندس محمد النوام رئيس مجلس قدارة مؤسسة النوام الصناعية والتجارية الراجل ده مستهل على فكرة لكل مستثمر او كل يعني مستورد بياخد خطوات بطرق محترمة يعني بياخد الستاذ محمد بشكل خاص او المهندس محمد بشكل خاص راجل مجتهد جدا عنده اكتر من فرع يعني مؤسسة النوام الصناعية والتجارية انشأت سنة سبعة وتسعين يعني بدايته كانت سبعة وتسعين بشكل خاص بالنسبة للصناعة واستراد الغزد بشكل خاص طبعا الاستاذ محمد مميز شوية يعني مميز في شغله شوية براه ربنا زي ملتها لحضراتكم في شغله برضو المعاوك بالنسبة للشيكات اللي بتوع هتسمعوها تشوفوا يعني فيه ناس كتير جدا يا جماعة بتنسب ياخدوا المادة ياخدوا المنتج واخلعوه يروح الشيك يصرفو مفيش فطبعا الصناعات بتوقف يعني فيه مصنع كتير جدا في مدينة المحلة توقفت ودي كرسة مصنع مشغل عمالة فيه بيوت مفتوحة راجل ملتزم بدي للدولة حقها طب هو عاوز حقه يعني هو عاوز حقه كمان المهم هنشوف الأستاذ محمد النوام رئيس مجلس إدارة مؤسسة النوام الصناعية والتجارية وهنرجع لحضراتكم تاني موسيقى طبعا من استورده الأول الغزول من برة دي مرحلة الأولى وبعد كده من نسجل وماشي هنا في مصر وبعد كده من نحوله لهماش وبيباع للمصانع كمواد خام للتصنيع ولمصانع المفروشات ومصانع الملابس وكده بداية يا فنم كانت إمتى بشكل خص في المجال بشكل خص بداية الأساسية كانت بعد وفاة والدي في سنة 97 وبعد كده كملت المسيرة بعد والدي لحد سنة 2008 اتجاهت الاستراد المشاف في 2008 لحد 2016 وبعد كده حولت الاتجارة النسيج بعدما ريس عبد الفتح السيسي قفل موضوع المنتج النهائي والأقمشة لازم تكون صناعة مصرية وده كان اتجاه كويس جدا في الوقت ده فانا اتجاهت لتستراد الغزول بحيث اننا اصنع القمش في مصر وده المسطور ده من بره بحيث ان المصنع تشتغل يبقى فيه يد عاملة ودعا والتدعيم الصناعة بالأقمشة والمنتج المصري وفعلا الحمد لله نجحنا فيه الحمد لله حضرتك بقى المعوقات اللي بدأ برحضرتك في المجال نفسه بشكل خاص ايه المعوقات يا سيد محمد هو المعوقات يا فاندم ان احنا بعدما الحمد لله الرئيس افل المنتج النهائي وفعلا البلد تتتغير بدأت انطوره في الصناعة وهو ابتدأ يدعمنا بصراحة بموضوع البنوك الـ 5% وده كان فعلا حركة تدعيم كويس جدا للصناعة والمشاكل اللي قابلتنا بعد كده للأسف يعني حركة لما دعم الصناعة بالـ 5% والتجار ابتدت او المصانع ابتدت تاخد الـ 5% ويدعموا شغلهم حصل مشكلة بس هي دي مشكلة كبيرة شوية ان المصنع ابتدأ يصنع شغل وابتدأ يطلع منتجات شغل فما لقاش السوق المقابل ان هو ياخد الشغل ودي كان انا بس محتاجين تدعيم من الحكومة اكتر في النقطة دي ولكن هستسرها بجانب المشكلة ده فكرة مطروحة لازم الحكومة تدعم قلعة الصناعة لها المحلة الكبرى دلوقتي انشاء معارض دايما سواء في مصر او خارج مصر والكلام ده ما بيحصلش السين بتفتح معارض في كل حتة في العالم بتعرض منتجاتها الموضوع ده تسويق كويس جدا احنا منتج المصري غايب عن السوق العالمي الا بعض المصانع اللي هي بتورد برا كتصدير ولكنها ما عندراش معارض دايم المحلة كقلعة الصناعة ما عنداش معارض دايم للمنتجاتها المفروض تيبقى فيه مثلا قطعة ارض المحافظة تخصصها للمصنعين كلهم في المحلة بحيس يعرضوا منتجاتهم يبقى فيه اسواق خارجية تيجي تتفرج على المصانع اللي هنا وتتفرج على شغل المصانع اللي هنا احنا علينا بالمنتج جودنا الخامات دعمنا المصانع بخامات قد تكون منافسة للمستورد ولكن عدم انت مفيش اظهار للمنتج النهائي مفيش اظهار للمصانع اللي في المحلة ولكن لازم الدولة دعمهم بلازم عمل معارض في الخارج وعمل معارض في كل هالقل في الدول العربية مش هنقوله حتى برا في الدول العربية مفيش معارض دايمة لشركة للمحلة يعني لقلعة الصناعة في مصر لازم يكون فيه معارض موجودة في كذا دولة وهم بتنظمها الحكومة وهي المسؤولة عنها وحتى بدعم من المصانع هم مش هيرفضوا ده يعني انت دعم التصديل لان التصديل هو اساس توفير العملة الصعبة زيادة العمالة نجاح الصين وانا طبعا من صفر لبرر الصين فعلا شفت هناك انشاء المعارض دايمة يعني تقريبا الصين بتعمل معارض كل شهر في ال 12 شهر وكل مقاطعة الوحدها المقاطعة دي بتمتاز مثلا بالكسورة العربيات المقاطعة دي بتمتاز بالملابس كل مقاطعة على حدة بتعمل معارض دايم طول ال 12 شهر 10 ايام كل شهر فبتكستقطب ناس من دول تانية بتيجي تتفرج وده سبب نجاح الصين بصراحة ده تدعيم الصناعة تدعيم الصناعة الحاجات اللي بتتصنع يعني فده دي المحلة محتاجة قالوا اعتصنعات مصر ازاي نقصة حاجة زي كده انا طبعا ليه مصنع في العاشر والليه مصنع في العبور ولكن المحلة شيء مختلف نهائي المحلة بتضم اكبر عدد من العمالة في مصر كلها اكتر من 30% من العمالة في مصر موجودة في المحلة في قطاع الغزل وندسيج او قطاع المصانع من الفرشيات او الملابس فده محتاجة تدعيم ان الدولة تخصص اماكن حتى في مرة تعمل معارض برا في خارج مصر والناس تعرض منتجاتها ورجعنا لحضراتكم من جديد زي ما حضراتكم شفتم الاستاذ محمد النوام او المهندس محمد النوام راجل ما شاء الله مكتهد يعني راجل مكتهد جدا بشتغل في الاستراد والتأثير والصناعة يعني ما شاء الله عليه المشاكل اللي اتكلم فيها دي يا جماعة كبيرة جدا يعني عنده افكار يعني المعارض اللي هو بتكلم فيها المفروض تبقى قائمة في الدول العربية وقائمة في السبعة عشرين محافظة في جماعة المحافظات ده المفروض يحصل فاحنا بناشد الدكتورة ندين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان هي تنزل نظرة وتنزل يا جماعة لأرض الواقع تنزل مدينة المحلة وتزور المصنعين وتجتمع بيهم وتشوف مشاكلهم ايه هنروح لمجال اخر من المجالات المهمة جدا اكس اكس او اه للمفروض او اكس اكس او للمفروض اه ده مميز جدا يعني مميز جدا في صناعته يعني صناعة المفروض صناعات مهمة جدا يعني صناعة مفيش بيت ما بيستخدمهاش عنده نفس المعوقات الشيكات اللي بتقع وحضراتكوا هتشوفوه وهتشوفوه المشاكل اللي دايرة في مدينة المحلة ده مشاكل كبيرة جدا يا جماعة يعني موقع الصناعة في المحلة بتراها غير عدية في مصانع تعتبر شبه توقفت ودي كارثة طبعا يعني الدولة قاعدة تقول الصناعة وسيادة الرئيس بقوله الصناعة والدنيا كلها يعني الصناعة هي اللي تقوم البلد فدي مشكلة كبيرة هتشوف المهندس محمد أبو العلا وهنرجع لحضراتكم تاني فطبعا أي حد بيطلع أول تركيزه بيشوف بلده اتجاهها فين فاحنا بلدنا المحلة الكبرى اتجاه صناعة المفروشات احنا هنا متوفر لنا حاجات مش موجودة في أي بلد تانية في مصر لأن كل الخدمات بتصب في نفس الصناعة اللي احنا شغالين فيها صناعة المفروشات فطبعا يعني بدأنا الأول باتجارة بسيطة وتوزيع وبعد كده بدأنا نصنع منتج في منتج لحد ما استقررين على حاجة معينة وعملنا فيها اسم واكتهدنا فيها والحمد لله وصلنا لمكانة كويسة فيها الحمد لله حضرتك المعوقات اللي بتقابلك في الصناعة أو عاملة مشكلة للصناعة بشكل خاص في الوقت الحالي تفضل يا فندم حضرتك بداية احنا بنتكلم في زيادات أسعار بشكل مستمر في الخمات يعني حتى مثلا لو في الكهرباء أو في البنزين أو في كده ده بنتجاوزه يعني ممكن ده النظام عام للدولة إنما بالنسبة لشغلنا احنا ففي زيادات بتيجي يعني غير مبررة ما احناش عارفين ايه سببها دايما كذا زادت كذا زادت مفيش حاجة بتقل فإذا المنتج التام اللي احنا بنعمله سعره بيزيد فالقوى الشرائية عليه أو الناس اللي تشتريه بتبدأ مثلا يعني كان في زمان كتل عروسة تشتري عشرين ملاية خمسين فوطة مش عقف كم لحاف كم بطني ما عادش الكلامنا لما حصل غلاء في الخمات أدى إلى غلاء المنتج التام حصل الناس بقيت دلوقتي بتشتريه الكفاف فقط يعني ربع الكمية أو خمس الكمية كمان فطبعا الدولة دلوقتي يعني فيها نظام شكات احنا شغالين به لكن مشكلتنا بقى إن الشكات نفسها بدأت تبقى فيها مشاكل يعني احنا موافقين إن احنا كنا الأول بمبيع نأدي وبمبيع بحسابات ظهر الشكات في الأولى الأخيرة يعني طفرد شكات غير طبيعية طبعا تأقلمنا معاها لأن هو ده اتجاه عام يعني تأقلمنا معاها لكن لقينا إن ما فيش حماية لنا من الشكات دي بيحصل فيها مشاكل يعني بيحصل فيها نصب كتير جدا وبيحصل فيها تقصيب من البنوك كتير جدا عاوزين نتكلم حضرتك فيها زي إيه يعني حكي لحضرتك طيب دلوقتي هنفترض مثلا إن واحد راح طلع دفتر شكات واحد مجهول الهوية وراح عمل سجل تجاري وبتقدر يبقى عادي جدا بيتعاملون راح طلع دفتر شكات من البنك واقع شكات ما دفعشي طبعا الشكات بدون رصيد أو كلام من ده وبيطلع له دفتر تاني وتالت حتى لو مش من البنك بيروح يفتح من البنك التاني من البنك التالت من البنك الرابع أدى إن فيه ناس نصبت في المحلة على مصانع بـ 30 مليون و40 مليون لشخص واحد شخص واحد نصب بـ 40 مليون جنيه آه إحنا عندنا المحلة معدية لـ 500 مليون جنيه نصب 500 مليون جنيه؟ واكتر واكتر ده فيه ناس ذكرت أرقام أكتر من كده ده أنا يعني إحنا عندنا صفحة طبعا لأن إحنا لازم نحمي نفسنا على ما الدولة تشوفنا فعملنا صفحة على الفيسبوك فيها ألاف الناس يعني فأنا بس مجرد ما بقول يا جماعة الشيكات اللي وقع فين يعني بعضهم بعتلي شيكات مثلا وليكن 50 صفحة 50 صفحة مليونة صور شيكات لو حاببت كاميرا تقرب يعني هتشوف أرقام غير طبيعية إنت أرشد بها حضرتك كل صفحة من دي فيها مئات الألاف من الفلوس يعني أنا معايا يعني كل يدي شيكات يا فاند يا فاند ده كتاب ده ده بس الناس اللي ما سألونيش أنت عايزهم ليه إنما إنما لو أنت عايز قدتهم عشرين مرة أجيب لك شيكات كتير وأحكام كتير جدا أحكام كتير جدا لسه آه لسه فاند ما نتكلم فيها بإذن الله أو معايا الأساتزة هيتكلموا فيها باستفادة إن شاء الله المهم ما أنا معايش قدتك كتير قوي لو أنتوا عايزين أوراقك وكمان ما عنديش مشاكل عايز الأوراق دي كلها أبعثها لحضرتك ده يعني جزء بسيط جدا ده جزء بسيط جدا الناس ما سألونيش أنت عايزوا ليه فما بالبقى لو قلت أن راح أسجل في التلفزيون فكان هيجي لي الصراحة كنت هاجيب لك مجلدات فأرقام غير طبيعية يعني دلوقتي الدولة بتدعمنا بقروت عملت قروت صناعية مخصوص خمسة في المية ليه عشان نفوق فإيه اللي حصل إن الكروت ضاعت برؤوس الأموال ضاعت بسبب الشيكات مين المسؤول مسؤولية تم البنك ليه لأنه ما بيشغلش باله مين شيكات بدون رسيد ما فيش تواصل ما بين البنوك حضرتك لو واحد فتح في البنك في بنك إسكندرية خد خد دفتر شيكات ما سدش ده ولا ده ولا ده راح للبنك ثاني البنك مومين يقوله لا مش هتلّع لك ما فيش أي مشكلة يروح بhmenك بعده يعني مش عايز يقول لك أسامي كل ابنك مصر ما فيش تواصل ما بينهم يروح بنك يطلع دفتر ينصب بيه يروح بنك يطلع دفتر ينصب بيه يروح بنك يطلع دفتر ينصب بيه يقدر ينسب بالشيكات دي كلها بملايين ما عادش بقى ألافات ولا ملايين إذن إحنا بنستنزف رؤوس أموالنا بتضيع رؤوس البلد نفسها أنت مش متخيل لو نزلت عملت القاعد الوقتي وقابلت عمال أو أصحاب مصانع أنت هتحزن عليهم الناس خلاص الناس اللي فيه مصانع كتير قفلت طبعا طبعا وفيه مصانع نفسها تقنن أوضاعها وتعمل سجل وتعمل أوراق مش عارفة عشان هي مش عارفة بكرة فيها إيه المصانع بتقفل وبيتنصب عليها ورجعنا لحضراتكم من جديد حضراتكم شفتوا الموضوع بالزبط هو يا جبعة يعني ده يعني فرض من ضمن المصنعين اللي عندهم مشاكل يعني شفتوا حضراتكم كمية الشيكاتة دي ده دي حاجة صغيرة جايبها لكن لو جيتوا تدوروا على الموضوع نفسه موضوع كبير قوي يعني سابت الرئيس هادي دعم المصنع بالخمسة في المية وناس بتهد دي كارثة يا جماعة يعني اللي بيحصل في مدينة المحلة ده دي كارثة وبعدين فيه نقطة تانية يا جماعة يعني اللي بنصب ده واللي عمل مشكلة ده يعني فيه واحد نصب في خمسين مليون واحد بس من ضمن الناس النصبين اللي بنصبه على المصنعين فيه واحد بس نصب بخمسين مليون يعني يتحبس ويطلع ويعمل معارضة ويطلع ويعمل معارضة ويطلع وفي الآخر يخلع وثلاث سنين وخلاص يعني فيه احدى المصنعين يقول لي اغلبية الناس اللي بتنصب دي موجودة في الشارع ما حدش بيسأل عنها فأنا طبعا يعني بنطلب المسؤولين يا جماعة يعني الموضوع يتقنن يعني المصنع هياخد حق لان كده الصناعات بتوقف يعني لو استاذ محمد لسه ايه لو يعني مدينة المحلة فيه مصنع توقفت فدي كارثة معانا آلو آلو استاذ علي ايه ماشي انا مسال خير استاذ علي من المحلة مسال خير افن اهلا مسال خير مع حضرتك عائل متولد بعد مصنع مصنع شخص المحل اهلا وسلم استاذ علي انا وسلم بحضرتك اه حضرتك انا عايز اكتشاراتنا في المحلة وتشوف وضع المصانع وتشوف وضع العمال احنا تهدنا الله احنا انتجنا بقينا بنخفه بقينا بنشتغل ثلاث تيار في الاسبوع تمام تمام يا استاذ علي سمعك قالوا استاذ علي وبعدين من اول السنة بنشتغل ويجي اخر السنة يقصب عينا في ملايين الشيكات دي الشيكات دي مضيعانة كلنا تمام عملالكم مشاكل عملالنا مشاكل جمع عملالنا وصاعة بترسل المال كمان بتاعنا وصاعة بترسل وموضوع وموضوع الخنات اللي بيالنا ده فاندي ينفعنا جد لكبع عني برد يعني 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 اما الخامي يغلى اما الخامي يغلى في شهر تلت مرات المست oportunكة يستحمل من هندا كله برضا يعني المادة الخامية يا استاذ علي في شهر تلت مرات تزيد من يضل قائد اكتر من 4 مراتJac travailler والتاجر والتاجر بيحتقر المنتج تمام تمام التاجر بيحتقر المنتج يقولك لا انا بيقى بكرة على الجالب معلوج ركابة على وسطي جتوقتي طفع مااه على الضع كمان شكاس يقولك انا مش يحسب لك السعر لنهاردة يقسم لك كمان ثلاث اربع كيام عبل ما الوضع يستفر تمام تمام يا الساز علي هو عند الضعف الأديم هو عند الضعف الأديم في المسجد وفي المكان وعنده في المنزل يعني مفيش ركابة يا الساز علي ايه؟ مفيش ركابة مفيش ركابة خالص انا مسجلين انا مسجل في فترة تجارية وعندي نقصة مصنع واسجل التجاري وافتقدر بيه وامن على العمال تمام يا انا عندك عندك التزامات التزامات انا دلوقتي البنك ده انا عايز اعرف وضع يطلع دفتر شكات لأي حد الزجار انت المفروض يا باجت بتطلع دفتر شكات يبقى انت تلتزم من الحديث تاعد ده بانك تنبقى تمام يا سيد علي انا انا اتنا بجلم حدوثاك من شوية احنا منصوب علينا في المحل السنة اللي فاتف من شخص واحد فاكتر من تلاتين مليون جنيه من شخص واحد تلاتين مليون جنيه من شخص واحد وانا ممكن اسمي كمان انا مع الشخص اسمي اسمى كمان اضعي يعنات وحبك نفس المحل تمام تمام يا استاذ علي مش مهمة اسماء بقى احنا بس عاوزين نعرف الموضوع ايه بالزبط الموضوع ايه الموضوع اللي الاستاذ دولة كان بينزل المحل لينزي شكات مع المال تمام تمام خد الطام النية مسلا مسلا لو يكون خد الطام مني بعشر ورش تمام يروح يبيعه للتجري اللي بياخد من عندي بعشر ورش يبيعه لك تمانية قرش بس بياخد فروش وقت تمام تمام المعلم ده بقى عمل كده مع جمات عمل كده مع اكتر من سلتبيت مصنع في المحل لو مطنع المسجل اولا اتفين ايوة استاذ علي سامة حضرتك وهو كنه يخلع اصفل ايه 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 دلوقتي ما سنبش حد ومين وان تمام تمام يا استاذ علي تمام يا استاذ علي انا اسمعت صوت حضرتك وان شاء الله الصوت هيوصل ان شاء الله احنا بنشكره لستاذ علي من الغربية اه مصنع هو جماعة يعني مصنع من ضمن المصنعين وعنده مشكلة كبيرة برضه يعني بقول فرض واحد يعني ناصر بتلاتين مليون فده بيوقع السلامة وده مشكلة كبيرة فعنا بنطلب المسؤولين ان هم ينزلهم مدينة المحلة ويلطقوا بالمصنعين وشوفوا مشاكلهم بيوتة حل وبزاعة الشيكات يعني البنوك اللي بتدي اه دفتر شيكات لأي حد ده يعني ده يا جماعة المفروض الموضوع يتقن زي ما قلت الحضرات اه هنروح اه لمجال اخر من المجالات المهمة جدا اه التجيب بالمهندس محمد ابو اليزيد رئيس مجلس ادارة مصنع اشراكة للمفروشات اه الاستاذ محمد ابو اليزيد برضه عنده نفس المشاكل موضوع الشيكات اللي بتوع وناس ناصبة وموضوع كبير جدا يا جماعة والاستاذ محمد من الناس المميزة اللي بتراها ربنا حضراتك هتشوفوه دلوقتي هنشوفو وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها وهنرجع لحضراتكم تاني احنا يعني عندنا صعوبات كتير قوي مش خاصة حتى بمصنعنا بس خاصة بمدينة المحلة وطبعا حضراتك عارف ان المحلة تعتبر عاصمة مصر الصناعية دي اتأكد في الصناعي انت بقى بساس محمد بقى نحوالي 16 سنة 16 سنة في المية يعني من الناس المميزة يكيد الحمد لله الحمد لله طبعا احنا كنا ماشيين بخطوات كويسة جدا لحد ما في بعض المعوقات اللي بقيت موجودة هي اللي بدأت ترجع العمل للخلف اللي احنا مش عايزينه فاحنا يعني بنتكلم حاليا ان احنا ازاي نقدر نتفادى المشاكل اللي احنا بنواجهها دي عشان نقدر نكمل الطريق زي ما كنا ماشيين اين مشاكل اللي بتابلكوا يا سيد محمد في الوقت الحالي بداية الانتاج ونهايته بداية الانتاج ونهايته يعني من بداية الانتاج خالص من البداية خالص ونهاية الانتاج في مشكلة اين هو المشكلة يا سيد محمد البداية من الاول خالص احنا بنعتمد على منتجات اولية عشان صناعتنا المنتجات الاولية دي اتماعتش ديها رابط في زيادة الاسعار بتاعها معدناش قادرين نتحكم فيها يعني مفيش حادم سباة اسعار يعني كل واحد يبقى بمزاجه أصدق يعني كل واحد بسعر ولا إزاي أنا عوزة فمار والله الزيادات بقت زيادات سريعة جدا يا جماعة الزيادة ديت ليه الزيادة دي غير مبررة سعره صار في سابط الدولة إلى حد ما بتحاول تتحكم في الأمور اللي هي بتبقى سبب في زيادة الأسعار للمواد الأولية علشان تقدر في الآخر خالص يطلع منتج بسعر كويس للمستهلك لكن بنلاقي كل يوم زيادة في أسعار الخامات طب إيه السبب؟ فيجينا أسباب سواء كانت مبررة أو غير مبررة إحنا مش قادرين إن إحنا نتحكم فيها مين المتحكم يا أستاذ محمد؟ السوق بقى صعب قوي دلوقتي يعني حاليا السوق الموضوع بقى صعب فيه حالك بدول فيه مشكلة في المدى الخام عدم سبط الأسعار طيب يا غندم مين المتحكم بقى في عدم سبط الأسعار؟ المفروض الدولة المفروض الدولة المفروض الرقابة من الدولة أو رقابة الحكومة على حاجة مهمة جدا زي دي في صناعة تقيلة زي دي يكون لها دور مهم لكن إن أنا أسيب الموضوع لتاجر أو أسيب الموضوع لهيئة أو أسيب الموضوع لكده طب أنا كمصنع مضطر إن أنا أستجيب لأي زيادات علشان أشتغد علشان مصنع يدور علشان العمالة اللي عندي تاكل عيش علشان الحال يمشي ونهاية الخط خالص اللي هو التسويق أنا مصنع عايز أنتج منتج جيد بسعر كويس يوصل للمستهلك النهائي برضا يبقى بيستخدمه بسعر عادل يقدر يشتري يقدر يبقى فيه رواق في قلب السوق قدر يبقى فيه حالة انتعاشي اقتصادي في قلب البلد وين بالتاني المعوقات اللي بتقابلك أزيز محمد؟ والله إحنا لو جينا نتكلم على العنصرين دمتهم أهم عناصر اللي هما كانوا بعد كده أسباب للعناصر اللي حادتها تكلمتيني فيها من شوية اللي هي مشكلة الشكات مشكلة التاجر الغير ملتزم اللي بقى موجود في قلب السوق وده أهم أسباب وجوده التاجر المحترم أو التاجر اللي احنا كلنا كنا بنعتمد عليه في السوق قبل كده ما عادش عنده قدرة ما عادش عنده قدرة انه هو يقدر يستوعب القيمة الانتاجية اللي موجودة في قلب المصانع فبقى بينسحب فدخل مكانه التاجر اللي ملوش هوية اللي احنا ما نعرفه شيء اللي احنا في الآخر خالص كانت السنة دي الوحيد اللي احنا نقدر نتعامل معه فيه الاقتماني البنكي اللي هو الدفتر الشكات اللي هو بيجي علشان ياخد حجم الضاعة معينة يدفع ربع خمس ثمانها والباقي كله على فترات معينة علشان يقدر يصرف ويوزع ويسدد والعجلة الضور زي المعتاد نتعامل مع التاجر ده باننا مواصقين فيه على السنة ده فجأة التاجر يضيع ما نلاقهوش ينصب علينا ما يسددش نطلبه علشان يسدد الفلوس والاموال اللي عليه المستحقة ما يتهرب مننا نرجع للشرطة علشان خاطر نشتكيه او يبقى عليه ضغط من الشرطة علشان يسدد الفلوس اللي عليه بيتهرب وهو بقى فاهم كويس ازاي يقدر يتهرب اكتر مننا هو عارف يعني ايه ان ما بييجي عليه حكم يهرب من الحكم ازاي يهرب من وقت تنفيذه ازاي يقدر يبعد اكتر وقت ممكن ان هو يقدر يخلص من الحكم القضائي اللي عليه لغاية في الاخر خالص ما ما الحكم بيسقط وضعت الفلوس ورجعنا لحضراتكم من جديد زي ما حضراتكم يعني شفت الاساس محمد ابو اليزيد برضو عنده نفس المشاكل موضوع الشكاية اللي بتقع وموضوع المادة الخام عاملة مشاكل فطبعا يا جماعة طبعا معنا الاساساس سميري من الغربية ألو أنا وسلم يا فندم أنا وسلم يا فندم أنا وسلم بحضرتك إزايك يا وسلم سمير أنا وسلم بيك حضرتك احنا مصانع مفروشات من الغربية بنصنع مفروشات تمام يا فندم نفس المشاكل اللي ذكرها أستاذ محمد بنوام وذكرها أستاذ محمد ابو العلا هي الفكرة كلها اللي احنا عندنا البلد كويسة وعندنا عمالة عايزين نشغالها يعني كل مصنع فينا عنده ستين عامل لابين عامل لكين بيوت اللي بتجاهز بنتها واللي عنده عيال بيصرب عليهم واللي ساكن فاحنا البلد شغالة كويس المشكلة بقى تندصبين دلوقتي يعني تيكش عليك تاجر يجي لك يمضي مثلا شكاة ب3 أو 4 شهور كاد مني البضاعة وخاد مني المصانع كتير كتير لم نبضع مثلا ولو يكن ب30 مليون ياخد الثلاثين مليون البضاعة يوم رايح لواحد بيعها له خمستاشر مليون بيعلى يعني خاد الخماتاشر مليون النقدي وكده كده ما فيش لحافس ولا في حاجة انا خلص نصف فاصبح طبعا التاجر هينضر انا هنضر احنا هنستحمل جاس امسا احنا كل اللي طنبونه حماية يعني يحمونا من كده يما البنك هو اللي يدفع لي الشيك لما يجي معاه ويما يتحفظ على امواله في حاجة تانية فيه تاجر تاني يخد البضاعة كمان تمام يشتري اعمارة ماشي يقولك اصبره عليها شوية يشتري الارض يعني احنا لو واحد متعثر او تاجر متعثر احنا بنقى بجنب وطالما هو معنا كلنا بنقى بنتعثر بنقى بجنب وكلنا بنقى بجنب بعضنا انما بيبقى واحد قصد ينصب واحد يقولك انا هستغلي الفلوس دي هاخدها اشتري بقى اعمارة اشتري بقى اراضي اذا احنا هنبدل متضرر للغات انسا انا بنشكرك جدا يا سيد سامير من الغربية هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني ورجعنا لحضراتكم من جديد زي ما حضراتكم يا جماعة شفتم المشاكل اللي بتقابل المصنعين في مدينة المحلة او في محافظة الغربية مشاكل غير عادية دي بتوقع الصناعة يعني دي مشاكل بتوقع الصناعة طبعا حضراتكم يعني اسمها الستاذ محمد ابو جزيد مشاكل غير عادية يعني مشاكل كبيرة جدا بتوقع الصناعة هنروح لمجال اخر من المجالات المهمة جدا مجال الملابس الجهزة يعني الملابس الجهزة شيء مهم جدا مفيش بيت ما بيستعملاش ألو معانا طبعا لأستاذ محمد النوام المحلة أنا يا أستاذ محمد السلام عليكم ازايك يا سيد خالد الله يسلم حضرتك وستاذ محمد ازاي حضرتك يا سيد خالد وأنا تعيب بالبرنامج بتاع حضرتك وإذن الله ماشا والله الحلقة جميلة وأنا شايف الوضع كويس والناس بتتكلم تعلم في المشاكل وفعلا دخلوا الناس في الموضوع ده كويس جدا تمام يا أستاذ محمد ربنا في لك أنا كنت عايب بكت أتكلف في نوضع دينا يا سيد خالد برعياني اتفضل يا سيد محمد دلوقتي أنا موضوع القانون ده سيد خالد جاء لازم تعديله القانون الشيكات لأنه وده قانون قديم تمام والموضوع المعارضات اللي بتتمها سيد خالد أكتر يعني أكتر من معارضة الأربع معارضات ده إرهاق للوزارة الداخلية وإرهاق للوزارة العدل تمام أو قضاي أو قلاء نيابة أو زباط صرصة أو در الزحس أو كل الكلام ده مظاير حفل الموضوع ده ليه يا سيد خالد فيت عديل قانون في الإمارات إن أي حد اللي هو من الجماعة اللي بيعمله ينصبه أو بيعمله شكات مرتدة أو بيتحايله على القانون بالشكات النصد على التجار أو التحايل عليهم في أقاط بالوقت لنزل في الإمارات إن هو بيتحكت على كل حاجة عنده حتى يكدد البلوس للجاة اللي هو وقت منها الحجم يعني الشيك اللي مصدره ده يتحكب عليه ليه إحنا ما يباش عندنا قوانين حجمة تمام هم يتيبوا الأمور فيها أكتر من أكتر من جلسة وأكتر من قضية ويبقى ليه ما كنت الحكم بتارية فيها فده هو سند رسمي يعني يجيه للشخص اللي هو حامل في حايل أو على القانون أو على المستند رسمي بلوطة ده ونقر فيه ليه ما يكونش فيه إجراء تارية ما فيش ممطلبين أنا عارف يا أستاذ محمد أن أنت عندك أفكار جميلة على فكرة يا جماعة أستاذ محمد النوام من ناس المجتدة من ناس الوطنية اللي بتحب البلد يعني أستاذ محمد النوام من ناس الوطنية اللي خايفة على الصناعة يعني شوف حضراتكم بتكلم في نقط مهمة جدا الحلقة جاء بإذن الله معنا الأستاذ محمد النوام في حلقة مباشرة علىه نتكلم يعني طبعا هو قدرة لأنه طبعا هو قائم في محافظة الغربية يعني عنده استثمراته في بعض المحافظات والمدن الصناعية وفي مدينة المحلة فبإذن الله لينا لقاء خاص مع الأستاذ محمد النوام أنا التقيت بالمهندس صلاح يوسف رئيس مجلس إدارة مصنع بيبو للملابس الجازة الملابس الجازة طبعا حاجة مهمة جدا عنده نفس المشاكل يعني الأستاذ صلاح عنده مشكلة كبيرة جدا وهو وقع فيها يعني فيه واحد نصب بمبلغ كبير جدا يعني حاجة يا جماعة أنا عن نفسي قاعد زعلان يعني أنا خالد الأمير قاعد دلوقتي زعلان على المصنعين والبيوت اللي بتتقفل والعمالة اللي بتقعد في البيت ومشاكل كبيرة هنشوف الماندس صلاح يوسف وهنرجع لحضراتكم تاني موسيقى 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 دايما وصال صلاح أغلبية المصنعين في جميع المجالات دايما بشتكول من نقص في العمالة موسيقى 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 على بيته اللي هو يشوف له أي دخل تاني فبيضطر يسيب مهنته وروح لمهنة تانية العمالة موجودة موجودة بس احنا عاوزين نقف جنبها اكتر لأن العمالة مهما يكون العامل ده ورارة الزمان فطبعا عمره ما يستحمل أي مصنع أو أي مكان مش هيدلو اللي هو الناتج زي ما هو عاوز بسبب اللي هو مثلا ركود في فترة معينة عاوز يشتغل فبيضطر يسيب المصنع تمام غزبا عنه تمام بس هو العمالة الحمد لله موجودة والعمالة في المصانع الحمد لله بتتطور كل يوم عن التاني تمام زي المدارس أو الدولة بتتجه لموضوع اللي هي بتتعلم أي طالب دلوقتي اللي هو حرفة اللي هو المعاهد والمدارس اللي هو تعليم المزدوج نرجع عيش عهدتك تاني طب ما يصرف له هينصوا في عشرة مليون هيصرف له في ثلاث سنين مليون هيرجع أغنى من صحب المصنع اللي هو ظلمه يبقى حبث صحب المصنع هو عيش النصاب أحلى في حالة أحلى من مين أحلى من المصنع اللي الدولة بتقف جنبهم الدولة بتقف جنب المصنع بدليل اللي صرفت مليارات في كارد الخمسة في المية طب الدولة حطت لأبقى نفسها على نفسها لخمسة في المية ليه عشان توقف الصناعة طب فيه سلطان داخل اسم النصاب هيضمر كل الدولة بتعمله اللي الدولة بتعمله النصاب ده حينهي حينهي ويخلي المحترم اللي منه والبنك هو اللي يتحبس تمام فهو ضد الدولة مش ضد فرض لأ ضد الدولة كله النصاب ده واقف فوق التنمية اللي الرئيس بيسعى لها يعني الرئيس مهما يعمل قصاد النصاب ده هو اللي هيضمر الصناعة تمام يعني فيه ناس مخصصة توقع الصناعة يعني الرئيس ببني والدولة بتبني وفيه ناس بتوقع ده ده أكيد 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 الدولة بتبني وبتسعى وبتصرف مليارات في تدعيم الصناعة ونصاب بيجي ياخدها عشان يعيش بها بمزاجه وبصنعش ده هو بياخد الفلوس في الآخر عشان ينصب بها على الناس عشان الضفاتر دفتر شكات بيطلع من البنوك عادي خش خد دفتر شكات يطلع لك في 24 ساعة 48 ساعة يكون عندك دفتر شكات خمسين ألف ينصبهم بمليون جنيه خمسين ألف ينصبهم بمليون مليون أو اثنين بخمسين ألف جنيه لو حطهم في بنك يبقى هو مستريح ده المستريح اللي واخد رخصة من الدولة ده أكنه مستريح بياخد فلوس أموال الناس بينصبها برخصة من البنوك اللي هو بياخد شكات من البنوك ويدهلهم والآخر يوقع طيب إيه المطلوم من الدولة بقى شبكة ربط وموضوع الشكات عميل ضر وقع شكات في بنك سي ما يطلع لهش في بنك أي بنك تاني خلاص ما يطلع لهش شكات ورجعنا لحضراتكم من جديد زي ما حضراتكم شبتم لو سالسلاح طبعا يعني مشاكل زي ما حضراتكم شبتم فإحنا بإذن الله الحلقات القادمة هنتكلم في المواضيع كلها بمستندات وبالنسبة للإخوة مش عاوز أقول للإخوة مش عاوز أقول للإخوة البعدة النصابين بمستندات على الشاشة عشان كل واحد يخلي باله كله مصنع يخلي باله من إخوة النصابين اللي هما بوقعوا الصناعة فبإذن الله الحلقات القادمة بورق وبمستندات حضراتكم هتشوفوها وبالصورة هنروح لمجال آخر من المجالات المهمة جدا مجال العبيات والملابس الحريمي التقيق بالمهندس محمد حرحيرة ولوساز مصطفى حرحيرة رئيس مجلس إدارة مصنع حرحيرة للملابس المحجبات بدايتهم سنة 1998 طبعا عندهم مشكلة بالنسبة برضو للشيكات نفس المشكلة التوزيع يعني بالنسبة للسوق برضو فيه مشكلة المادة الخام مشكلة العمالة العمالة عاملة مشكلة غير عادية برضو الخدمات المنطقة اللي قائم فيها مصنع حرحيرة في مشاكل بنطلب الدكتور طاري أرحمن في حافظ العربية إنه يجزل على أرض الواقع للمصنعين وشوف مشاكلهم إيه هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هما بياخدوها تجاه الصناعة وهنرجع لحضراتكم تاني موسيقى 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 غير المقساط اللي موجودة في السوق مقساطنا مميازة شوية بعمل ايه كلش من المياز عشان ايه اكسب شوية انا بقى مش حبين المكسب انا اما حاجة عندي الزبون اللي بقى مرض تمام بدرا ربنا بشكرا ايه الحمد لله منك حمد شكرا ايه بدأت واحدة واحدة جي زباطنا وبدأت شغل تمام بقى جي في يوم مصطفى اخوية قال فيه دكان في المحلة عاوزين ايه ايه ناخده لنا والكلام من ده قلت له شوف احوك محمود لو كان كده ناخده سواه ونبدأ في يوتيوب افوفون تلتين الحمد لله خدنا الدكان وربنا كرم وبدأنا العملية بقى بدأت واحدة واحدة تكبر وبدأت الدكان يجبينها تجار اكتر من اللي كان بيجي لك هنا تتعرف كل يوم على تاجر من جديد وبدأت العملية بقى دي اللي بداية الخطوة الكبيرة لها الدكان بدأ يفتح لنا لتجار كبير المعوقات اللي بتابعنا اللي من دولة اللي هو الخمات سبط الأسعار بتاعها هي دي اللي ببوزنا الدنيا مش أسعار الأسعار كلها مالة تلعب كل يوم معنا التاني مشكلة جامدة ما انت مش عارفين نسبت سيار عشان تشتغل عليه وانت عجيب دلوقت وبعد شهر ساري بينزل هتشتغل ازاي من الناحية برضو انت مش عارف تدك هو للمصنعك عشان تشتغل هو ده ملخفينا الدنيا جامد ويه تاني يا سيد محمد معوقات بتقابلكو في الصناعة وكاد برضو ما العامل بدأ زيد وبردو الراتب بتاع بدأ يزيد وكل ده بتيجي على المنتج الحتة وبوز الدنيا وتيجي ترفع الحتة يجي التاجري يجي خد تقول لك الحتة غالية ما هو من ايه؟ ما هو من قماش غالي والعامل غالي تمام وتيجي برضو تيجي ببس تلقى الحاجات دي وكل ما بتحط على المنتج الحتة تمام بتعمل لكم مشكلة؟ بتعمل مشكلة كبيرة ما هي مطلوب من الدولة فانتم في الوقت الحالي؟ المطلوب بالدولة اللي هاتوا والخمات تسبت أسعارها مش كل يوم بسعة بس دي أهم حاجة لو زبطت ديت في الدولة دي كلنا عمشان الواحدة كل المصانع هتثبت و هتطلع انتاج أكتر و هتوفر الشغل جامد و هتعرف تنافس ببرا انما السبط مش هتثبت الأسعار مش عارف انت تنافس يا بداية التصنيع معنا الأول كنا شغالين طبعا شغلة مصنعية للغير اللي هو الشغلة للغير بعد فترة بدأنا نجيب شغلة خفيف كده و انبيعوا بأيدينا مثلا كأسواء مثلا بانبيعوا بقطع يعني أحجام صغيرة وبعد مثلا الشغلة بيفتح معنا مثلا بدأنا نزود شوية في شوية في شوية طبعا كان الأول الخامات كانت كتير فكان المجال بسيط والسوء كان مفتوح ليه لأن كان برضو عدد المصانع والمشاغل ما كانش كتير جدا زي اليومين دول اليومين دول طبعا المشاغل والمصانع يعني نزدك المصانع اللي تحت السلم بالزبط بالزبط كده يعني فيه خامة مثلا بتبقى قطن زيها بالزبط بلاستر الفرق في السعر الرهيب فطبعا اللي بيشتغل بلاستر يعملها زي مثلا انت نزل بمنتج قطن مثلا منتج سعره عالي فهو يجيبه بلاستر ومعامله نفس المنتج بالزبط ومنزله ضرب لك نصف يعني ايه نصف ثمنه ورجعنا لحضراتكم من جديد زي ما حضراتكم شبت المهندس محمد حرهيرة والأستاذ مصطفى حرهيرة ناس من الناس الملتزمة جدا تاخد خطوات جايز صناع بالتوفيق ان شاء الله الأستاذ محمد حرهيرة والأستاذ مصطفى حرهيرة ولين عليقات اخرى ان شاء الله معهم بإذن الله طبعا الحلقة دي مضغوطة شوية عشان التفاصيل اللي فيها كتير يعني التفاصيل اللي فيها كتير جدا فبإذن الله الأسبوع القادم هنعمل موضوع كبير جدا بالصوت والصورة بالنسبة للفيروس الفيروس اللي موجود فيروس النصابين المتدولين في مدينة المحلة ومحافظة الغربية وموقعين الدنيا كلها يعني محافظة الغربية من المحافظات قلقت الصناعة في مصر الأسبوع ده أو الأسبوع اللي فات التقييد بالمهندس عبد الرحمن عبد الرحمن منظور رئيس مجلس أدارة شركة نقاء الزيوت الطبيعية ده راجل برأي ربنا جدا في صناعته الزيوت الطبيعية حاجة مهمة جدا يعني بتشفي الإنسان لو عنده مشاكل يعني مثلا في الشعر في المعدة يعني زيوت محترمة الراجل ده ما بيلعبش بشغال بمنتج مية المية هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة وإن شاء الله الأسبوع القادم أشوفكم على خير وبرنامجكم ساعة في بلدي الفضل يرجع لبشمونس نبيل المصري في الشغل ده وبعد كده هو راح يشتغل في أكتوبر ربنا يزيده وإحنا بدأنا هنا إن شاء الله فنقا أمين